التواصل هو المفتاح. يعني يمكن انتو مساكرين التواصل او ما بتتواصل مع هادا الشخص. فالتواصل هو مفتاح الحال. هادا انا نشوف شو ونشوف شو بعنوننا هادول بس خليك ايجابي لانا كل اشي راح يصير على ما يرون. الشخص هادا حاليا اما حدا عرض عليه الحب او حاليا هو في حالة فاتح قلبه للحب وهو حاليا عايش مشاعره ويمكن احتمال يمكن هو اصغر منها او مشاعر بساتها صغيرة يعني يعيش مشاعر بساتها صغيرة يعني شو نفتحها مسلا او يعني شو كبيرة كتير. كأنه هلا بيعيش مشاعر صغيرة جدا. اي طيب شو مشاعره من ناحيتك هو حاسك انك انك انت لفات ظهرك لعلو. وحاسك انه انت جمعت كل مشاعرك وكل احسيسك وكل ما تملك له من حفظ انت جمعتها ودير ظهرك ورحت. كأنه هادا الشخص شايفك انك انك انت ابعدت عن مسافة. وكأنه شايفك انه انت اه مسلا ما اعطيت فرصة او اه لمات كل هدول المسلا المشاكل وكل اشي انت حسيت معي مع هادا الشخص انت اخدته ورحت تركته ورحت. لانه اه انت شايفك انه انت تعبت معي في العلاقة. وانك انت اه اه قررت انك تمشي لقدام. يعني حتى انك تحمل اه 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 وتمشي لقدام. طيب انت كيف بعقل الباطني? انت اه اه شايفك انت جميل جدا جدا. وانت شايفك انه حواليك عالم كتير. وانت الف مسلا مين يتمناك او يهواك. وانت جميل جدا جدا. وطيب جدا جدا. وناجح جدا جدا. وشافك هيك في عقل الباطني انه انت انسان ناجح. اه لانه انت كيف انت شايفك ناجح? لانه انت بتحمل كل شي. مسلا ما بتناقش? بتحمل حالك وبتروح. اه بدون ما تناقش او اشي. فهو يمكن يشوف هاد اشي اه انه هاد مسلا بكي بيحكوها صفات الاقوياء. انك انت قوي. وقد المسئولية وقد انك بتحمل مشاعرك تحضر لهذا. وتحط كل شيء في قلبك مسلا وما يصير فيك شيء. توقع. لأ تحمل مشاعرك تحمل كل شيء تعبك رغم عن كل شيء. وبتروح. يعني مو انسان مسلا بكاي وشكاي بتشكي عن المسلا انه اللي صار وتقعد تشكي وبتبكي. ومسلا تنزل بستات انا تعبت انا هاد الشخص مسلا خاني انا. لأ. هو شايفك انك انك انت بتحمل كل همومك بتروح. يعني حتى ما بتطلع مراكة بتناقش او ليش او كيف او ايه متى. لا تحمل حالك. وبتروح. احتمال انت تقعد بتكير عن هذا الشخص. اه. واحتمال هو الشخص نفسه يكون تباعد. لانه حاسك انه مثلا انك اتعبت من العلاقة قرر ياخد مشاعرك ويروح ويتحمل نتيجة غلطة ويروح كمان شايفك جميل جدا جدا وشايفك انه في حواليك ناس كتير وشايفك انت دائما منتصر منتصر على نفسك منتصر في العلاقة منتصر في شغلك في عملك في بيتك منتصر في كل شيء واحتمال انه انت مشهور مثلا في مطرح معين والناس كلها حواليك او واحتمال هو شايفك انك انت بتشفي الناس في جلامك واحتمال كبير كمان وشايفك انه انت غريب عن اللي شايفهم قبل هالمرة نيزه من دائما اه 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 مستحيل في عدد انت انت جاي في حصان لبسك غريب شكلك غريب اه 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 كتير بعقل الباطن بحبك جدا جدا عارفك للشخص وشايفك انت غير عن العلم كلها هيك ها يعني فارق عنده كتير كتير طب هو انت اشف عقل الواعي بتذكيره هلا هو شايفك السورك احتمال انت انسحبت من العلاقة بدون ما تعطيه اي رد تفعل او ما احكيت لان انا بدي انسحب وشايفك هيك اتسحبت وطلعت من العلاقة تقريبا انت طلعت من العلاقة يا برج الاسد وشايفك انك انسان فنان وكمان شايفك انك انت بتقدر تطلع من العلاقة منتصر يعني بتحمل شو مصار وبتسحب حالك وبتنسحب عفاك لو شايفك ان انت انسان تقدر تنسحب تكيكيا يعني تقدر تنسحب باي موقف باي اشي بتحمل حالك وبتنسحب زن حرامي وانت هيك هو شايفك انك انت انسحبت من العلاقة نهائيا تركت له كي بحكوها الجمل في ما حمد وشايفك انه انت يعني انتصرت ع مشاعرك وانتصرت ع كتير اشياء لما هذا الشخص بده يجي نحيتك انا حسن انه بدي يجي نحيتك هذا الشخص طيب ايش مشكلته كانت معاك هو كان شايفك ان انت متنشى ومتجاهلة وانك انت انسحبت من العلاقة وكأنه انت تنشت كل اشي لانه انت ع فكرة الشخص هذا اذاك هذا الشخص يا دخل طرف تاني يا اما ازاك هل انا نشوف كيف ازاك احنا رح نشوف من عقلك الباطن وعقلك الواعي كيف هذا الشخص ازاك لان انك بتعبان جدا او شايفك اتعبت وحملت كل مشاعرك وكل اشي حملت حالك ودرت ضهرك ودلت رايح ماشي لقدام حتى يعني ما انت فتله انه انا بدي اشوفك لأ نهائيا حتى انا حاس انه قبل ما تحكيله ان سحبت شايفك زي الحرامي تسحبت ان العلاقة شو مشكلت معاك وشايفك انك انت مش معطي العلاقة اهمية كمانو شايفك انك انت مطنش كتير يعني شو مسلا ما شو ما صار بينكو بتطنش بتسحب حالك ان العلاقة اذا مسلا ما عجبك الكلام او ما عجبك ردة الفعل او مسلا حسنت بقلة اهتمام فانت بتحسس ان حسن اشي في قلة اهتمام كمان هو حاسك ان انت ممكن عندك شوية مو شوفت حال بس انه مو لا مش مستويات ان انت مستويك اقل او لا كان انت غلط في حقي فانا من حقي مسلا اشوف حالي عليك لانه انا سويتك او انا عملتك هو شافك هيك شوية متكبر مش متكبر انه مستويك يعني هو مستوي يعني مسلا مستوي منخفض فانت مستويك علق انك انت بتطنشه او بتتكبر عليه لما هو يعمل اشي غضة في حقيق هبطير ظهرك وبالطنشه طيب النواية تاتا واللجوع ننخليم شوية هيك عشان احنا نشوف انت حاليا يا برج الاسل زي ما حكيت لك انت برهبن انت حاليا اه مسلا بتعطي نصائح للناس او انت حاليا في زواج يعني متزوج او بتتزوج يعني في منكم ناس عملها بتتزوج في منكم ناس مسك قضايا بتحل فيها في منكم ناس بتعطي نصائح للاخرين نصائح مسلا دينية او زي كيف تحكي شخص عندما قتل الدين يعني اعمالك تعمل ابحاج في الدين وعندك حالة هلأ تمسك في الدين وعندك حالة روحانيات حاليا فانت حاليا من بعد عن اي تفكير او اخر غير مسلا كيف بدك تصنح نفسك لان هذا الانسان غدرك عشان هيك هون بقولولك كل اشي فكر بايجابية كل اشي راح يصير الرومانسية تحتك راح تتصلح وهون بحكولك حكينا انه هون بحكولك التواصل هو المفتاح فاحتمال انه انت قطعت التواصل عن هذا الشخص ورحت سحبت مسلا كل صداقاتك وحطت له بلوكات ويعني نزلت الصداقة ونزلت كل اشي وبلوكات اسحبت حالك ورحت ما خلتش باب مفتوح لهاية يمكن انه خلي باب لتواصل يمكن هذا الشخص بضي يتواصل معك لسه معارف انه صادقاتك او مؤادران انه صادقاتك طيب انت شو ما شعرك من هذا الشخص انت حاس حالك انه هذا الشخص واقف ما بتحرك كمان انت بتعلق فيه جدا واحتمال انت مش قادر تفوك تتعلق هذا لانه حتى انه بجيك عرض مرة دي انت تطلع على العروض اللي بتجيه فبتطلع على ماضي اكتر فهذا الشخص انت مشاعرك من ناحيته كمان يمكن ان ده هذا الشخص ادمان او في علاقة اخرى انت شايفه لهيك هو انت شايفه ومعلق مو قادران فوق تتعلق او كيف هذا مربوط من اجراه ومش انادر مسلا ان هو يطلع بفكهة كان لك انت شايف هذا الشخص هيك مرتبط في موضوع معه معلق في موضوع معه طيب هو كيف بعقلك البطني انت حاسه انه المجيشن الساحب حاسه انه هو هو البداية هو النهاية لك او النهاية هو البداية لك كمان انت حاسه انه انسان عفوا يهتم في عمله جدا جدا مثابر جدا جدا وجميل جدا جدا واحتمال هذا الشخص انت بتشوفه مثلا بيشغل مثلا جد بيشغل اه مهتم بانجازاته واعماله اكتر مسلا ما هو مهتم في العلاقة اه كمان انت شايفه كل اشي انت بتتمنى معاه مع هذا الشخص انت بتحسه مع هذا الشخص اي اشي انت بتتمنى وانت شايفه مشغول جدا في انجازاته وفي اعماله وفي نجاحاته احتمال هذا يكون الشخص مثلا مشهور مثلا انت بتشوفه على السوشال انه هو مشغول في انه يفرج العالم نجاحاته وانه هو مشهور ومسلا مشغول في النجاحات ومشغول مسلا في الناس الحوالي انه يفرجيهم انه هو انسان ناجح ويعمل كل شيء واحتمال انت شايف شوية متكبر او انه شايف حاله شوية لهيك انت شايفك متكبر انه يمكن انتم رايا لبعض فبتشوفوا بعض نفس الاشي انت كيف شايفه في عقلك الباطني في عقلك الواعي انت شايفه انسان طيب وحنون ومعطاق وكأنه ده الناس بعطي مثلا للنائلة للفقراء والمحتاجين يمكن انه مثلا نحكوها انه بتبرع الفقراء والمحتاجين بعطي المحتاج اللي بدق بابه ومسلا بعطيه انت شايفه ممكن هو اخرى كمان مسيطر انسان بحب السيطرة هو نفسه اللي يعطي قد ما بده وياخد قد ما بده انت احتمال هيك كمان شايفه لبعضكم كل واحد ياخد القراءة لان انا بقرأ لأكتر من شخص مش شخص واحد فاخد القراءة انت وين تجيكم كمان هذا الشخص احتمال تكون انت شايفه بوفرة بعيش بوفرة مثلا مفرخاء احتمال هاد الشخص يكون انه بيشكل محامي فاضي مستشار واحتمال هاد كمان الشخص يكون انت بتفكر انه لو مسلا رجل هاد الشخص كيف مسلا بقولك مرحبا بتقوله مرحبا وبس بتقول مسلا بقولك كيفك بتقولك كيفك وبس انت تعطيه على الميزان بالضبط ما بدك تعدى للميزان لان حاسب ان انسان زك انه جرحك او غدرك او دخل طرف تالت بناتكو والاحبى دخل طرف تالت بناتكو حسيت انه هو خانك وغدرك وتركك تعبان لانه انت تركته وانت تعبان ورحت فلهيك انت حسيت انه غدرك طيب انت شو المشكلة اللي شايفها في الانسان هادا او شو المشكلة انت شايفها في الموضوع هاد بالضبط انت شايفه انسان متسلط ويمكن يكون انه مدمن مدمن علاقات وانسان ما بيحب التغيير انه ما بده يتغير مثلا هو مدمن على مثلا على مدمن على منحكي شرب الخمر فانت شايف انه مثلا ما بده يترك هيا العادة رافض التغيير حتى اذا دي فوت معك في العلاقة نفسها فرافض انه يسميع مثلا محمل الجد انه يغيرها للاحسن فانت شايف انسان ما بيحب التغيير ويمكن فيه لبعض منكو هو مدمن على مثلا سجائر مدمن شرب هذا الخمر ممكن يكون انه بيحب العلاقات النسائية ممكن انت شايفينه انه متسلط بالزيادة او هو مثلا ماشي ومو شايف حدا حواليه انتو شايفينه عن فكرة هذا الانسان ما بده تغيير انا شايف انه هو انسان بده يشتغير هيك انتو شايفينه ما بده يتغير مثلا دي ضل حبكو صغير ضل صغير يعني ما بده يطور هذا الحب او انه يعطيه اهتمام اكبر او انه يعطيه مثلا فرصة انه يوصل للارتباط بينتكو هو شايف انه مشكلته انه انت انطنشه وانت شايف مشكلته انه هو ما بده يتغير يعني اذا كنا برضه انتو بتناقضه في حالكو يعني كانا كنتم اتنين تشفه هو بعض تتيله يعني هو انه هو متكبر انت شايفه متكبر وما بده يتغير وهو شايفك انه انت متكبر عليه وما بدك تدير له ضهرك ومسلا تعطيه فرصات فهذا الانسان يكشافك متكبر وانت شايفه مدمن مسلا علاقات نسائية مدمن على اشي معين ما بده يتغير او ما بده يقدم العلاقة مثلا من حب لخطوبة او من خطوبة لزواج ما بده تغير يعني ما بحب التغير باين شو حل المشكلة انت من جهتك اه انا شايف انه حل المشكلة انه انت تقدم كاسب تسامح ومسلا تحل المشكلة يعني هو نقلولك التواصل هو راح يحللك مشكلتك فانا بعتقد انه مشكلتك راح تبحال انت اذا تواصلت مع هذا الشخص وفهمته مسلا انت ايش بدك بالزبط شو بدك يغيره بس طريق تسامح ممكن تتسامحوا مع بعض اه لان هو الناس اللي ايش يقول لك التواصل هو الحل للمشكلة وكمان خليني اسحبلكم كمان كارت يالا ايشوا عشان اشوف قبل ما اسكر الكراءة خليني اشفلكم ايش بشارة عناد يعني قاعدين بتعانده بعض يعني هو بحبك وانت بتحبه بس انت قاعدين بتعانده بعض مسلا ان هو بدش يطور العلاقة لخطبة او زواج لانا انت مسلا بتعاند فيه فهو مقرر عندك اه احنا نحكي ناش عن نواياه هلق نحكي عن نواياه و طيب الصح نواياه الشخص هدا يكون صامت ما يعطي اي حركة نحيطك وبدو يقعد هيك مسلا برواء ويقعد يفكر فيه كبروات يعني بدو يقعد انه يبعط لك طاقة عشان انت تفكر فيه لانه حاسك انه انت انت نتنشه نهائيا ما بتفكر فيه نهائيا نهائيا وحاسه انه انت نسيته خلص بح زي كنه انت تركته وانسحبت وطلقت من حياته نهائيا اه انا حاسك انت برضا يا برج الاسد كانك انت طلبت خطوة من هاد الشخص انه يتقدم فعلاقتكو مسلا يشهرها قدام الناس انه يصير خطوبة يصير زواج فحاسا الانسان صار يتهرب منك ويتسحب انه خلينا مسلا على علاقة فقط لهيك انت يا برج الاسد عشانك انت انساء يعني ان برج الاسد معروفين انهما بحبوا اللف ولا الدوران يحبوا مسلا العلاقات الثابتة مثلا الزواج والاسرة والهاد فهو يرفض دائما يعني معروف انه برفض العلاقات على هامش يعني العلاقات الغير جبدية لهيك هو مثلا انت حسيت انهو بيلعب معاك فانت قلت له يلا باي احنا نجحل ان نلعب يبت اخدوا الاشياء مح ما اللي جد يقول ما اطلع من حياتي او غانا ما اطلع من حياتي فانت اطلعت من حياتي فهو حاليا بده يعمل حركة الناس ولا صوت ولا حركة ولا مثلا اذا انت مثلا هو بيقربك قريب منك ما بدك تشوفه بده يخد فيه كشفاي يقعد مع حاله يفكر في المواضيع وكلياتها يعمل يعمل معاك تخاطر عشان هو الشخص هذا حاسك ان انت خلص انهات العلاقه نهائيا خلينا نشوف هون بيحكولك بغازل بيورد مجد 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 هون بيحكولك مجد طاقتك المنارة للاخرين يعني انت هون نفس الاشي وهون نفس الاشي كأنك انت خلص خلص اخدت موقف ما بدك تفكر في الموضوع بدك انت تمد طاقتك الجواتك اللي انت يمكن هلا انت بتعمل عليها انه مسلا بتديع بتعمل اشياء طاقة فانت ايش بتعمل مت هاي الطاقة اكتر يعني نور الاخرين مسلا في طاقتك برده انا بحسها انه مسلا انت بدك شوية تكون مسلا رومانسي شوية او مسلا تغازل هادا الشخص شوية يمكن اه ما بعرف بس يعني حسب يعني انا شايف فيه غدر وخيالا ودخول طلاف اخر ويمكن هدا الشخص راح تزوج مثلا يعني فيه هو هلا حاليا يعيش سعادة عائلية وزواج او يكون هو بده رجوع الكوة فرصة ثانية يعني ايه كل واحد يخدها على الاب وين هو حسب الشخص هادا بتدريجا بدي تأسف الكو و بدي حكو حقكو علي بيتمنى بيتمنى انه يرجع هذا الشخص بيتمنى انه يرجع لانه حاسس انه اخطأ في حقكو عفكري هذا الشخص صغير شكل هذا الشخص صغير يمكن غير ناضج في العلاقة ورافض انه يطور العلاقة يعني اذا انت بفترة خطوبة يمكن هذا الشخص حاسس حاله انه مش قادر مسلا يطور هاي العلاقة لزواج فهذا الشخص يجي يحكي لك مسلا انا اسف اه انا مسلا بدي ارجع العلاقة اه بدي اتزوجك كتير كلام يسو يحكي لك اياه وهي زي بيعملك طاقة التسامح عفكري هذا الشخص دي بعتلك طاقة التسامح عن طريق المدتاشن والتخاطر وهي الاشياء الشخص اده بيعملك تخاطر بتواصل معك في التفكير جدا 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 بس فش اش اieux اك nutrition بس اه بس هدا هو برج الاسد اه احكيلكو الابراج الموجودة الميزان وكمان اه التور هادو بنشوف التور وكمان ابراج نوري طاغي على القراء جدا وبرج العقرب وكمان نشوف هون اه برج الدلو بس هدول تلات ابراج وطاقات نارية وهوائية جدا جدا يعني عندكم طاقات الهوائية اكتر اشي تضيع القراءة يعني ميزان جوزاء اه دلو وكمان مائية بس اكتر اشي الهوائية والنارية هي اللي طاغية وترابية كمان كل الطاقات عندكم في في قراءتكم اه شكرا يا برج الاسد باتمنى لكم ان شهر سعيد عليكم لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعل الجرس لا يوصلكوا كل جديد ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتحطوا لنا اشي في التعليق لانشوف شو قصت ليا برج الاسد اه وبتمنى انو تسامحوني لانا اتأخرت عليكم اه وبتمنى لكم ان شاء الله شهر سعيد عليكم سنة جديدة يا رب لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة